أحمد أويحيا يبعد خصومه رسمياً من التجمع الوطني الديمقراطي وهذا بعدما قررت لجنو الإنضباط الولائية إقصاء كل من المدير العام لقصر المعارض ورئيس بلدية الجزائر الوسطى سابقاً الطيب زيتوني القياديين السابقين زغب سماتي ومختار بودينة والمترشح السابق للأمانة العامة للأرن دي جافري أرسقي في حين ستعقد لجنة الإنضباط لولاية سعيدة اجتماعاً للفصل في ملف الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات نورية حفصي هذا الأسبوع قرروا إحالة هؤلاء على لجنة الإنضباط جاء بعد عدم التزامهم بقرارة الحزب وطعنهم في شرعية المؤتمر السابق الذي زكى أحمد أويحيا أميناً عاماً للأرن دي للخمس سنوات المقبلة وحسب مصادر الشروق نيوز فإن من حق المقصيين الطعن في قرار الفصل على مستوى لجنة الإنضباط الوطنية سنة واحدة كانت كافية لأحمد أويحيا للفوز على جميع خصومه فبدأ الرجل العائد لقيادة الأرن دي بتصفية خصومه الغير معلنين وقام بإبعادهم من قيادة الحزب بإسقاط عضويتهم من المجلس الوطني خلال المؤتمر الفارط ليقصي الرجل اليوم خصومه العلنيين